نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا صلت الضوء خلاله على جهود زراعة وتخزين واستيراد ودعم القمح وجهود الجمهورية الجديدة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بعد ثماني سنوات من تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وأبرز التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لجهود مصر في إدارة منظومة القمح حيث أشارت ملظمة الأغذية والزراعة تابعة للأمم المتحدة الفاو أشارت إلى أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة واستخدام أسليب زراعية متطورة إلى جانب الحد من مستويات الهدر